موسيقى الرحمن الرحيم الاخوة الزملاء محامي مصر الزميلات والزملاء الاعزاء من الوطن العربي وافريقيا ابناء الاعزاء من شباب المحامين تحياتي اليكم جميعا نتحدث اليوم ان شاء الله في موضوع هام جدا يخص كل مواطن صدر له حكم ضد اي جهة حكومية ولا يستطيع تنفيذه لامتناع الجهة الادارية ذاتها عن تنفيذ حكم المحكمة ماذا تفعل وهل حكم المحكمة الذي تعذبت حتى حصلت عليه اصبح مجرد حبر على ورق وذلك ما سنتناوله في حلقة اليوم ان شاء الله في جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم وكما تعودنا في حلقاتنا نتناول مفهوم حلقة اليوم حيث تدور في اطار مصلحة مواطن صدر لمصلحة حكم محكمة او امر قضائي لمصلحته ضد جهة ادارية او حكومية يقاضيها او يختصمها لتنفيذ مصلحته وتمتنع تلك الجهة عن التنفيذ وفي ذلك نقول ان المادة 123 عقوبات في فقرتها الثانية تنص على انه كذلك كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره على يد محضر اذا كان الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف كل مادة 123 عقوبات في فقرتها الثانية زي ما اريته كده واضحة طبعا الفقرة الاولى تتكلم عن نفس كمالة المادة اللي هي ايه الحبس والعزل الموظف العام اذا تعمد تعطيل اه تنفيذ حكمة وقام صدر المحكمة ده في موضوع تاني ولكن ما يهم المواطن هو الشق التاني اللي احنا بنتكلم عنه الشق التاني او الفقرة التانية من المادة 123 عقوبات هو ده اللي يهم المواطن اللي صدر له حكم ليه لانه مش معقول بعد سعيه ولفع المحاكم ورفع قضية واكل محامي ولو مصلحة ولو حق بيطالب به هيصبح الحكم بتاعه مجرد حبر على ورق وطبعا احكام القضاء تحترم من جميع السلطات مهما علت لابد ان تحترم احكام القضاء وتنفذ ايضا وفي هذا الاطار تحدثت المادة 123 فقرة 2 من قانون واخوبات والزمت كل موظف عام بتنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة وذلك في خلال انظار الجهة او اعلانها بالحكم او الامر في خلال 8 ايام يعني 8 ايام دول بالنسبة للجهة الادارية اللي صدر ضدها الحكم او الامر مده السقوط لو سقطت 8 ايام وما نفذتش من حق المواطن انه يرفع جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة وطبعا احدى تلخيص الكلام اللي هو المقصود من الجنحة نفسها انه لو صدر لصالحك حكمة او امر قضائي نهائي مزيل بصرطه التنفيذية عليك اعلانه رسميا على يد محضر بموجب محضر اعلان للحكم للجهة الصدر ضدها الحكم يعني بتعلن الحكم للخصم الصدر ضده في الجهة الادارية سواء كان وزير او محافظ او اي من تابعيهم من الموظفين الاداريين وذلك حتى يصير تفعيل نص المادة 123 فقرة 2 من قانون العقوبات وهو ان تمهل الجهة الادارية مدة ثمانية ايام من اليوم التالي لوصول الاعلان اليها وحكمة المشرع في التمنت ايام ايه ده حسب رؤية الشخصية كمان حكمة المشرع وطها في انه لا يكون اليوم الاخير فيها يوم جمعة يوم اجازة رسمي عشان يبقى قدام الجهة الادارية الفرصة حتى لو في اخر يوم يكون يوم عمل تنفس فيه حكم المحكمة او الامر الصادر اليها وبعد انتهى مولد الثمانة ايام اذا لم تنفذ الجهة الصادر ضدها الحكم او القرار يحق لك الايتي ان ترفع جنحة مباشرة بالامتناع عن تنفيذ الحكم ضد الصادر ضده الحكم ومؤيدة بالحكم النهائي المعلن قبل ثمانية ايام من اقامة الجنحة وتفعيل العقوبة الواردة بنص المادة مية تلاتة وعشرين عقوبات يعني انت اعلنت الحكم وبتستنى التمانة ايام لما يخلصوا وبعدين ترفع جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم وبتبقى مستنداتك فيها الحكم نفسه اللي انت اعلنت الجهة اللي دارية بيه وانتظرت بمحضر الاعلان ثمانة ايام ما تنفس الحكم او القرار الصادر لصالحك ضدها بعد كده من اليوم التالي اللي انتهيت ثمانة ايام من حقك تقيم جنحة عدم تنفيذ حكم ودي عقوبتها زي ما المادة مية تلاتة وعشرين فقراتين قالت اللي هو ايه الحكم بيصدر ضد الجهة او رئيس مجلس الادارة او الوزير او المحافظ او المسؤول عن التنفيذ بيصدر ضد حكم بالحبس والعزل من الوظيفة وطبعا بناء او بيطرتب على الحكم ده كل حقوقك بتكون مستحقة لك اذا كان فيها تعويضات او فروقات مالية او عودة للعمل او كل هذه من حق كل هذه الآثار الناتجة عن الحكم الصادر لصالح والجنحة في صيغطها جنحة عادية خالص جنحة مباشرة عادية مثل اي جنحة زي اصال امانة وزي شيك بدون رصيد ولكن هو الموضوع بيختلف انه هو بتشرح الموضوع بتاعك او الحكم الصادر لصالحك او الامر الصادر لصالحك وان الجهة ادارية لم تنفزه وتقعصت عن التنفيذ او تعمدت انها لم تنفز الحكم او القرار الصادر لصالحك رغم اعلانك الحكم لها او القرار وعد ومر عليها التمنت ايام اللي اشترطهم القانون لان التمنت ايام دي مدة محددة في النص القانون وبتشرح الموضوع بتاعك وبتقول انك انت اضطريت طبعا لك ترفع الجنحة دي عشان تاخد حقاك وفي التكليف بالطلبات الختامية في الجنحة بتطلب توقيع العقوبة المقررة قانونا في نص المادة 129 فقرة 2 عقوبات مع الزام الخصم بالمصاريف وبقابل اتعاب المحامة وبكده عزيزي النهاردة نكود تناولنا موضوع هام وهو جنحة الامتناء عن تنفيذ حكم التي قرر فيها القانون مدى قدسية احكام القضاء وانها ليست حبرا على ورق ويجبر الحاكم والمحكوم على احترامه اشتركوا في القناة